السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وقناتكم الوصفة اليوم هي الخبز ديال الفينو لبس ميدا الرقيق تيجي ارتب بزاف وهشيش كيف ما هو موضح هنا في الصورة يعني لما كانش ينجح معكم تبعوا هاد الطريقة وهاد الوصفة راح تيجي ارتب بزاف شوف النون دياله كيفاش ذهبي غزال ومحمر تيجي غزال ما شاء الله هذا الطاجين تيرفق الأكلات ديالكم فتبعوا معي الطريقة بالنسبة للمقادر تحتاجوا كاسونس ديال الدقيق الأبيض وكاسونس ديال السميدة الرقيقة بزاف او لا تنقلوا لها في المغرب الفينو هذا هو الشكل ديالها يعني نمس المقدار وجوج المعرقات كبار ديال الزيت النباتية ومعرقات كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز ومعرقات ونص ديال الملح ومعرقات صغيرة ديال السكر باش نتفعل هديك الخميرة ففي نسبة لطريقة سهلة معروفة مثل الخبز اللي سنعملوا سنعملوا نعملوا جميع المواد الجافة فنخلط الكهربائي اولا في شيء كسعة وتنخلطوهم زيان وتنبدأوا نضيفوا لهم الماء الدافئ بشوية بشوية ممكن نعملوا هاد العملية في الكسعة اولا في شيء ايناء نجمعوا هاد العجينة فقط باليد مشي ضروري يكون واحد الخلط كهربائي بحال هاك فتقريبا خذت لي واحد كاس ادخل كاس تلكاسونس خاص العجينة تكون مرخوفة هو على حسب الطحين واش تشرب سوائل اولا لا المهم العجين يكون مرخوف حتى تنخلطوه مزيان في اخر مرحلة عاد تنضيفه الزيت وتنخلطوه بش هادك الزيت يندمج وممكن اللي بها يعمل الزبدة ممكن يعمل الزبدة تنخلطوه مزيان وتنعركوها نعركوها مزيان حتى تتولي معروكة ومرخوفة مزيان وبعدها كيف ماشتوه هنا تنهب شوية لالزيت النباتية هاكده وتنحطها نخليها بش خمل في واحد مكان يكون دافئة تنغطيها بلاستيق غذائي وبواحد المين دي يكون نظيف وتنحطها في واحد مكان يكون هادا شوية الحارة دياله ما يكونش بارد هنه راه ضاعف الحجم ديال هاد العجينة كيف ما تتبع لكم هنه في الصورة تنهني ديال شوية ديالزيت وتنحيدها هنا تنحاول نفره منها هاداك الهواء اللي تيكون في العجينة هذه الطريقة سهلة جدا فقط تتبعوا الخطوات بالنسبة لمبتدئات مع الناس اللي تتعمل الخبز كل يوم مراها معروفة طريقة ديال الخبز تنقسموا هنا واحدة الكوائرات واللقاطع تكون متساوية فتنحاولوا نوزنوهم ممكن تعمل هنا مئة وعشرين قرام حتى مئتين قرام على حسب انتمو كيفاش بغيتي والخبيزات ديالكم يكون الحجم ديالهم كبير ولا صغير من بعدها تنبدأ تنلوي هكدا تنعمل هادا مقطع لشكل كوائرات وده نخليهم على الجنب من بعد ما ننكورهم كلهم هكداك باش فاش نبغيو نصرحوهم يجي ساهل انه يخجنا وحد الشكل دائري بالنسبة للخبيزات فهذه الكمية خرجت لي خمسة ديال الخبيزات خمسة ديال الكوائرات بهذا الحجم يعني صافين بعد ما ارتاحو شوية نغطيت عليهم هكدا فوق شوية ديال هاديك السميدة لقيقة أولى الفينو الشيرة ساهلة العجلة ديالهم ارتبعت باب الساف نهائيا متتحتش واحد المجهود باش نتلقوها ولا مدلك ولا اي شيء فقط بها الطريقة كيفما هي موضحة وفاغوطا ننفلحوهم هكا بوحسكين يكون شوية حاد قبل ما تيخمروا لاننا من ذوك الفليحات هدي يتحلوا هدا نعرفوا بانهم خمروا الخبيزات ديالنا وذي يكونوا جاهزين باش نطيبوهم في الفون هدا نغطي لهم ونخليهم يخمروا المرة التانية هنا الخبيز ديالي هو جاهز وخمر دابت طريقة باش انه تيجي محمر من برا ومقرمش وارطب من الداخل تنوخدوا واحد القنينة فيها الماء وتنرشوهم زيان بالماء هاد الخبيزات ضروري من هاد المرحلة هكذا وكذلك تنعمل ممكن تعملوا واحد الاناء في الفون فيه الماء فاتيطلع البخار تساعدة لان هاد الخبيز يجيوهم تنعملوا بها الطريقة محمرين قد دخلوهم من واحد الفرن ضروري من انه تكون مسخن من قبل فكل واحد الفرن دياله انا عملتهم على 350 درجة يعني يقون 170-180 درجة مئوية هيا سلسس وستبقى وتراقبوهم حتي سيبالكم بانهم تحمروا شوفوا راهم جاور طبين وحشاش بزاق وكذلك الطعام ديالهم يعني بلا ما نشكر فيهم راهم شاكين ريوسهم هاد الخبيزات راهم طبين وحشاش بحمرين وتيمتماشاوا مع الأكلات ديالنا مع الطواجنات مع لحم مع الجاج مع سمك نتقي بكم في وصفة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس حق ورحمة الله